لم يعد مستغرباً الحديث عن اشتعال الخليج العربي والعراق وخصوصاً بعد استهداف سفن إماراتية وسعودية ومضخات البترول التابعة لشركة أرامكو قرب الرياض الذي سيكون ما بعده ليس كما قبله أولى هذه التابعات تجلت بإعلان الخارجية الأمريكية ضرورة رحيل بعض العاملين التابعين للحكومة الأمريكية في العراق بأسرع وقت لا تخفي واشنطن مخاوفها الكبيرة من أذرع إيران في العراق والتي أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها للعقوبات الأمريكية على طهران وتحذيراتها بالرد على أي هجوم قد تتعرض له إيران لا ولم يتوانى أحد قادة ميليشي الحجد معين الكاظمي بالتصريح على العلن إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في العراق معروفة ويمكن استهدافها بسهولة في حين أكد معاون الأمين العام لميليشيا النجبة نصر الشمري أن الميليشيا جاهزة لاستهداف المصالح الأمريكية في الوقت الذي تراه مناسبا تصريحات رفعت معها درجات الإنذار الأمريكية إلى أعلى مستوياتها ظهرت جليا بإعلان متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي الكابتن بيل أوربان رفع مستوى وضع قواته وهو المصطلح الذي عادة ما يستخدم للإشارة إلى مستوى التأهب الأقصى الذي يهدف إلى حماية القوات من أي تهديدات حقيقية أو وشيكة للقوات الأمريكية في العراق أمام هذا كله تزداد احتمالية نشوب الاشتباك بين طهران وواشنطن في العراق وتزداد معها صعوبة مهمة رئيس الوزراء عاد العبد المهدي أن يبقي العراق على الحياد في معادلة تشابكت معها مصالح الطرفين إلى حد اقتسام النفوذ قبل حالة التوتر الحالية نما فيها دور الميليشيات أمام أعين واشنطن رغم التحذيرات من خطرها ما يفتح بابا للتساؤلات حول جدية ما يحدث أهي صحوة متأخرة لكبح جماح إيران وأذرعها حقا ومدى إمكانية تعدي ذلك لتغيير النظام في طهران أم أنها لا تتعدى كونها صفقة جديدة لابتزاز المنطقة بأسرها